أنت مبخة ما شاء الله عليك قالوا لي لأنه عندك أنت قلت مرة أحد وبسبب تقليدك ده تأخذت في دور كم صدفة؟ صحيح ومش قلت أنا كنت في دخلت المعهد العليفور المصرحية قسم تمثيل طبعا أنا كثيرا بحكي الحكاية دي لأن اللي هي دخولي المعهد كيف كانوا 1500-1600 طالب وأخذوا 12 بس وأنا بلا وسطة ولا حد يعرفني ولا أي حاجة يمكن قبل ما خش كثير قالوا لازم بقى في وسطة لازم بقى في فنان تعرفه لا يعرفش حد والله أو ابن فنان قريب فنان حاجة كده لازم بقى يبقى فيه صلب أي فن يعني لا يعرفش حد لكن اتكلت على الله واعتمالت على الله سبحانه وتعالى وذاكرت وعملت المشاهد وقدمت في المعهد وقبلت إيه حكاية مشهد عبد الفتاح الأسر أنا كنت بعد ثلاث يام من قبولي في المعهد قاعد على سلال المعهد كده أنا والطلبة كله أحمد رزق وأحمد زاهر وكل الأحمدات اللي في الدنيا أنا والطلبة أحمد رزق واحدين لقيت القناة الثالثة بتسجل حلقة خاصة عن عبد الفتاح الأسري الله يرحمه فاللزمات بتاعته فجابونا وقفنا كده صفه بتاع تحب تقول إيه لعفتاح الأسري يعني وشغله وأعماله والله يرحمه كان مؤثر جداً انت فاكر أي لازمة من لزماته يعني بيسألوك رأيك يعني آه بيسألون رأيك فقلت آه طبعاً وكلمت طبعاً كلام كويس جداً عنه قد دي كان فنون كومي دي محترم ويوي طب انت فاكر أي كلمة أي حاجة أي لازمة قلت لهم إيه يا صفايح الزبدة السايحة آه الحاجات دي أفهمها وقلت بقى قلتها إزاي قلتها إزاي قلتها إزاي لا أنا قلت بتاعت الأكتر بتاعت اللي دي كات معلها معايا أعمل حسابك المرة دي مش هتنزل أبداً المرة اللي هي بتاعت نورماندي تو كان اسمه إيه فكرني كان اسمه والفيلم كان اسمه ابن حميدو آه بس هو كان يعني عمل فيها الغضانفر فأعمل حسابك آه هي تبصله بس من دي ومنازل على طروف تقول له حميده أو حياتي آه آه حميده هتنزل لا حميده ده كان إسماعيل ياسين هو كان إسماعيل ياسين حانفي يلا قول بقى أنا حقوم معك آه أعمله ومش ممكن أتنازل أنا فيه خلاص أتنازل المرة دي